وإلى ذلك زار وزير الدولة محافظ وعدا أحمد حامد لملس نائب رئيس مجلس القدر رياسي طارق صالح بالإطمئنان على صحته وأن لملس نائب رئيس مجلس القدر رياسي بنجاته من حادث السير ونجاح العملية الجراحية التي أجرت له في مستشفى الزايد العسكري بالعاصمة الإماراتية أبوظبي متمنيا له الشفاء العجل ومن جهته عبر طارق صالح عن شكره لهذه الزيارة وأكدا أنه في حالة صحية جيدة